صحيح يعني الواحد بيحس وإحنا بالنسبة لحصاد المحافظات للقمح على وجه التحديد السنة دي إنه فيه حياة من التنفسية يعني المحمودة طبعا جدا جدا ما بين المحافظات في مسألة القمح على وجه التحديد طبعا محصول استراتيجي والمحصول الأهم بالنسبة للمواطن المصري من قومة العيش المواطن المصري وكان الحقيقة الطفرة اللي حصلت هذا العام مش بس عشان المزارعين زارعوننا ما كمان عندنا المناطق الجديدة بدأت تخش في الانتاج مناطق زي مستقبل مصر كميات في الانتاج أو تبقى فيه كميات منتجة منها ودي مناطق جديدة حديثة الاستصلاح وده يخلينا نرجع تاني نقول واحنا بنستصلح ليه طب ليه كنا بنعمل الصوامع ما هذا أمر تاني برضو مهم جدا كانوا الناس بيقولوا ما فيش دعا للصوامع ما احنا بنشون في الشوامع الطربي كان عندنا إجمال الطاقة التغزينية في الشوامع كان فيه هدر كبير بيحصل بسبب الشوامع الطربي كنا بنوصل يمكن لعشرين في المية من الهد لكن كانت الطاقة التغزينية بتاعتنا كمان أعوز هدير ما كانتش بتتجاوز أبدا الواحد ونص مليون طن النهاردة احنا طاقتنا التغزينية زادت ما يقرب من ثلاثة ونص مليون طن إضافية وده بيخلينا في مأمن لشهور قدام بالزبط ده خلينا نقدر نحنا ناخد الكميات المنتجة الزيادة اللي بتحصل من المحصول الأمح كمان نعمل احتياط استراتيجي أكبر يخلينا نقدر مأمنين احتياجات المواطن المصري لفترات طويلة وده جهد كبير جدا بزالة الدولة المصرية عشان نقدر نوصل لهذا الكلام ويتحط جنب منظومة البنية التحتية اللي الدولة أنفقت عليها علشان نقدر نزرع ما احنا مكنش نقدر نزرع أي مشروع من المشروعات الجديدة لو ما كانش فيه شبكة طرق تم وصلنا لهذه المنطقة بالزبط حتى طريق أسيوت الغربي الأنفاء اللي حصلت في سيناء اللي بنقدر نقول دلوقتي عايزين نستصلح خمسمائة ألف فدان في سيناء كل دي من البنية التحتية طب احنا هنزرع منين لو ما فيش مياه فالدولة عملت أكبر محطة لمعالجة المياه والليها محطة المحسامة ودخلت في موسعى الجنس ودلوقتي بتعمل محطة تانية الليها محطة الحمام علشان تغذي مشروع مستقبل مصر في الحقيقة يعني جهود متتالية حتى الكهرباء الدولة أنفقت مليارات علشان نقدر نزرع ونوفر طاقة الكهرباء فما أنفقته الدولة في البنية التحتية خليها قادرة أن هي تقدر تزرع وتقدر تطور وتقدر تستصلح مزيد من الأراضي وتقدر تحط وتنفس خطاتها الاستراتيجية الكبيرة والطموحة في تحقيق التناغم بين أجهزة الدولة نحن نتكلم على قطاع الزراعة قطاع الكهرباء قطاع البنية التحتية ده اللي بيؤدي إلى النهاية للإنجاز في قطاع بعينه وبنكون في أماس الحاجة الحقيقة نحن نشوف إنجازاته ونحن نتكلم عن قطاع الزراعة على وجه التحديد